انسة الباجر الاسترالي من طفرة الفلل او الفلو شأنها شأن الباجر الاسترالي بتضيد من 2 الى 7 بيضات في كل مرة موسم التزاوج بتاعها المسالي بداية من شهر سبتمبر ما بتعلق لاش البياضة قبل بداية شهر سبتمبر بتكون مرايحها قبلها فترة الصيف عشان تتحصل على العناصر الغذائية النقصة بيتم تلقيح الزكر للانسة على المجسم بتبدأ الانسة تقبل على اكل المحار يومين وتدخل البياضة وتضع البيض بتبيض في الغالب من 2 الى 7 بيضات زيها زي الباجر الاسترالي ما فيش فرق بينهم وبترقد على البيض مدة 17 يوم لو كان الجو حار او معتدل اما لو كان الجو بارد ممكن يصل فترة رؤادة على البيض الى مدة 21 يوم بعد تمام فترة الرؤاد بيبدأ البيض يفقس بمعدل يوم بيوم حسب تاريخ بيض الانسة للبيض الزكر بيتولى رعاية الانسة وتأكلها في هذه المرحلة والانسة كمان هي والزكر بيتولوا اطعام الفروخ في الفترة دي بنقدم اكل طاري عشان يساعد الزكر على اطعام الفروخ خاصة لو كان عدد الفروخ كبيرة في الفترة دي بنقدم البيض المبسشور مضاف للبقسمات لافضل غذاء لنمو الطيور لانه بيحتوي على عناصر غذائية عالية جدا بتساعد الفروخ على النمو بس شيل دايما الاكل الطاري من قدام الطيور بعد مرور ساعتين او ثلاثة في فصل الصيف عشان ما يتعرضش للعفن لان لو تعرض للعفن من الممكن ان يؤدي الى اصابة طيور الباجر استرالي وفروخهم بالسلمونيلا ووفاة الفروخ بيتولى الزكر والانسة العناية بفروخهم غير النشارة باستمرار في البيضة في الفترة اللي فيها موجود الفروخ والبيض عشان البيض ما يصابش بالكابس وعشان الفروخ ما تلتصقش فيه ارجلها الفضلات ولو لقيت الفضلات التصقت فيه ارجل الطيور باستخدام قطعة قماش مبللة بماء فاتر نضف ارجل الفروخ برفق عشان ما تتعرضش للعاقة بعد كده بيفضل رعاية الابوين للفروخ داخل البيضة مدة خمس اسابيع او خمسة وثلاثين يوم بمجرد تمام هزين مدة هيكون الفروخ شكلهم اكتمل والريش بتاعهم اكتمل بشكل نهائي ويبدأوا يحاولوا يعتمدوا على نفسهم في الاكل هتلاحظ في الفترة دي ان الزكرة والانسة هيتردوا الفروخ الى ارضية الافص قدم برضو الطعام الطري زي مستنبة الامح ومستنبة الحلبة لو الزكرة والانسة حبوا يبدأوا دورة بيت جديدة وحياة جديدة وتزاوج جديد اعزل الفروخ من ارضية الافص عشان الانسة هتبدأ تستخدم ضد فروخها العنف وقد تؤدي الى جرحهم لو لقيتها بتحاول تدخل لعشة عشان تبدأ تعمل دورة بيت جديدة ودورة رؤاد ودورة تفريغ جديدة اعزل على طول الفروخ في مكان مستقل واستمر برضو اسبوع في اطعامهم بالطعام الطري لغد ما يتعودوا على اكل الحبوب ان عجبك الفيديو دعمنا بلايك وعمل اشتراك للقناة شارك الفيديو اللي يصل الجميع الى اللقاء في فيديو اخر تقبل تحيات